جعل الأطفال يحبون الأكل الصحي قد يبدو تحدياً، ولكن هناك طرق مبتكرة لجعلهم ينجذبون إلى الأطعمة المفيدة دون إكراه، فيما يلي بعض الأفكار التي قد تساعد 1. كن قدوة حسنة الأطفال يقلدون تصرفات والديهم إذا كانت تأكل طعاماً صحياً وتستمتع به، سيشعرون بالرغبة في تجربة نفس الأطعمة تناول الفواكه والخضروات بشكل منتظم أمامهم قد يثير فضولهم لتجربتها 2. اجعل الطعام ممتعاً تقديم الطعام بطريقة جذابة يمكن أن يثير اهتمام الأطفال 3. جرب تشكيل الأطعمة بأشكال ممتعة مثل قلوب أو وجوه مضحكة باستخدام الخضروات والفواكه 4. الألوان الزاهية والطريقة الفنية في التقديم تساعد في جذب انتباه الطفل 3. اشراك الأطفال في التحضير السماح للأطفال بالمشاركة في تحضير الطعام يجعلهم أكثر حماساً لتناوله 5. دعهم يساعدونك في اختيار الخضروات أو تقطيع الفواكه أو خلط المكونات 6. هذه المشاركة تجعلهم يشعرون بالفخر بما قاموا بتحضيره ويرغبون في تناوله 7. التدريج في إدخال الأطعمة الصحية 8. ابدأ بإدخال الأطعمة الصحية ببطء في وجباتهم 9. قد لا يتقبل الطفل الخضروات أو الأطعمة الجديدة من أول مرة 10. لكن التقرار بدون إكراه سيجعلهم يتقبلونها مع الوقت 10. جرب إضافة الخضروات إلى أطباقهم المفضلة 11. استخدام القصص والخيال القصص تساعد في جعل الطعام أكثر إثارة 12. يمكنك أن تخبر الأطفال بأن الخضروات تمنحهم قوى خارقة مثل الأبطال 13. أو أن الفواكه تجعلهم أسرع في الجاري 14. هذه الحيلول البسيطة تجعل الأكل الصحي ممتعاً ومشوقاً 15. تنويع الفيارات الصحية التنوع في تقديم الأطعمة الصحية مهم 16. حاول تقديم أصناف مختلفة من الفواكه والخضروات بطرق مختلفة 17. مطبوخة، مشوية، طازجة 18. قد يحب الطفل نوعاً معيناً من الخضروات إذا قدم له بطريقة مختلفة 17. تجنب الضغط والإكراه لا تضغط على الطفل لتناول أطعمة لا يحبها 18. الضغط قد يؤدي إلى نفور الطفل من الطعام الصحي 19. بدلاً من ذلك، قدم الطعام بطريقة غير الزامية وشجعه على المحاولة من دون إلحاح 20. استخدام المكافآت والتشجيع مكافآت الطفل بكلمات تشجيع أو نشاط ممتع عندما يتناول طعاماً صحياً يمكن أن يحفزه على الاستمرار في تناول هذه الأطعمة 21. يمكن أن تكون المكافآت قصة مسلية أو اللعب معاً بعد الوجبة 21. اجعل الأكل الصحي جزءاً من الروتين كلما اعتاد الطفل على رؤية وتناول الأطعمة الصحية كجزء من روتينه اليومي كلما أصبح أكثر تقبلاً لها 22. اجعل تناول الفواكه والخضروات عادةً يومية بدون الحاجة إلى النقاش حولها 23. الصبر والمثابرة تغيير عادات الأكل عند الأطفال يحتاج إلى وقت وصبر 24. لا تتوقع نتائج فورية 25. كل طفل يتفاعل بشكل مختلف لكن المثابرة على تقديم الأطعمة الصحية بشكل منتظم مع الأسليب المشجعة سيؤتي ثماره في النهاية 26. باتباع هذه الطرق الإبداعية يمكنك تحويل الأكل الصحي إلى تجربة ممتعة ومفيدة للأطفال 27. مما يساعدهم على بناء علاقة إيجابية مع الطعام منذ الصغر 23. ترجمة نانسياري ê Alberta